من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوسيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فتقوى الله جمع الخير والسعادة في هذه الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون جاء في الصحيحين من هديث أبي موسى العشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير فحامل المسك إما أن يهذيك وإما أن تبتاء منه وإما أن تجد منه ريها طيبة ونافق الكير إما أن يهرك ثيابك وإما أن تجد ريها خبيثة اقتدت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن جاء للإنسان ميالاً بطبعه إلى مخالطة الآخرين ومجالستهم ومصاحبتهم والاشتماع بهم فإما أن يكون الجليس الصالحاً مصلحاً فيؤثر على صاحبه فيفسده وقد جاءت نسوس الكتاب والسنة لتدل على ذلك وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بالعطار وهذا تقريبٌ وتشبيهٌ له بذلك وإلا فما يحصل من الخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك فالجليس الصالح إما أن يؤلمك أموراً تنفعك في دينك وإما أن يؤلمك أموراً تنفعك في دنياك أو فيهما جميعاً أو يهدي لك نصيحةً تنفعك مدة حياتك وبعد وفاتك أو ينهاك أو ينهاك عما فيهما ضرة لك فأنت مع الجليس الصالح دائماً في منفأة بإذن الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون الجليس الصالح تجده إن رآك مقصراً في طاعة الله أرشدك فتزداد حمتك في الطاعة وتجتهد في الزيادة منها وتراه يبصرك بعيوبك ويدعوك إلى مكارم الأخلاك ومحاسينها بقوله وفعله وحاله وأقل نفع يحصل لك من الجليس الصالح هو امتناءٌ وانكفاف الإنسان بسببه عن السيئات وذلك طاعةً لله ورآيةً للسُّهبة ومنافسةً في الخير وترفعًا عن الشر جليسك الصالح يأمرك بالخير وينهاك عن الشر ويسمعك العلم النافي والقول الصادق والحكمة البالغة ويبصرك بآلاء الله ويعرفك عيوب نفسك ويشغلك أما لا يؤنك ويحضر أمريك ويشغل كل هذه الجليس وستشعر الله وإهلاك ويشغل كله يمك الصادق والإنسان وتع Anchksi معك إสئلة ويشغل كله ويشغل كله نحن ويشغل الأعداد وإنسان اناص WILL عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر والثارة هناك كما يجب أن تساف بالنسبة لذلك في ، فهذا لم يكن في العدرن الكبير من البرغري وفي هذه المشايا فههم ان يكون سيفين ليس بأسلهم انبتان لا يعود هذا الحكم في اليوم يجب أن يتصاف في السماعة لن يجب أن يجب أن يعمل دين الله ي giờقاؤ، الأكثر الإجابية لاّقظة أن يحدث أيوح wandazة الدصح麻 وكما فقد الانتحان، الأخرى يخبرين أو مفس الشحن سي derivات المساعدة، وفى أن نزو يبنوا بShow عليهم توك الخروج، Yet another cigarette يقول ماهاتيistes é 몇 تول هذا بسعار new يجب أن ا 받아 tá скоро يجب أو أن لا يحتاجك مع ت ter prنامان يأتي بشكل مجمو اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من فوائد مجالسة الصالحين منها الاقتضاء بهم فالمرء على دين خليله وطبع صاحبه وأخلاك جليسه ومنها مجالسة الصالحين أنك تحفظ وقتك الذي هو حياتك وهو رأس مالك فما الجليس الصالح لن تمر عليك دقيقتون إلا وانت في ذكرين أو نسحين أو علمين أو مرحين مباح ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ما عنده نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر انت ترجمة نانسي قنقر 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 يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وازل الشرك والمشركين ودمر آداءك آداء الدين وانصر إبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا ولا تسلت علينا بزنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرُّكنا بعده تفرُّكا مأصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنى شقيا ولا مهرومة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إزهاديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب الإزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين